السلام عليكم ورحمة الله ومعكم سي او سي راي مقطع جديد ورح يكون واحد من اقوى المقاطع اللي بساعدكم عشان ترفعوا الفريمات او تحسنوا تشغيل اللعبة على جهازكم بشكل عام في اشياء او حركات في المقطع لو سويتوها رح تحسن من الفريماتكم اكيد بس في بعض الاشياء ممكن ما تطلع عند البعض على حسب نوع الكارت اللي عندكم وكما رح تكلم عن موضوع مهم خاص للناس اللي لعبوا موس و كيبورد هو تسارع الموس او الموس اكسلرايشن شي انا انصدمت اني قعدت السنة كاملة لعب فورتنات و مادري عنه و اول مبارح سويتها الاول مرة في حياتي و قبل ما نبدأ لا تزال اللايك و لو حبدا عملتك تستخدم كود للمسجر سي او سي او اخليكم مع المقطع و مشاهدة ممتعة موسيقى اول شي خلو نبدأ بالاشياء البسيطة واول حركة بنسويها روح للبحث و اكتب Graphic Settings بطلع لك الاختيار هذا اللي هو Graphic or System Settings المهم روح على براوز على طول ما عليكم من هذي انا بسويه من قبل المهم روح على براوز وبعدها روح للمكان اللي انت مخزن في لعبة فورتنات انا مخزنها في الكمبيوتر في القرص اللي هو C روح للمكان اللي انت مخزن فيها بالضبط Program Files Epic Games بعدها فورتنات فورتنات game وبعدها Windows 64 و في الاخير بتطلع لك اربع نسخ من فورتنات اختار النسخة الاولى اللي هي فوق اللي هي فورتنات وبعدها شبنج ما في اي شي ثاني اوكي مثل ما تشايفين هنا شبنج بي اي شبنج اي اي سي المهم اختار اللي شبنج وبعدها ما في اي شي وبعدها بتطلع لك لعبة فورتنات تحت اضغط عليه هنا اضغط على options واختار high performance بتكون محتود على system default غيرها على high performance وحط على save وكذا تكون خلص اول حركة هذه الحركة جديدة من ويندوز تعطي تركيز وافضلين للعبة فورت لما تشغلها وتخلي الكرت والمعالج وغيرها يحط معظم شغلة بتجاه اللعبة وهو الشي اللي يعطي تأثير للفريمات الحركة الثانية واللي انا عرفتها قريب واللي تأثر على استهلاك الطاقة في اللابتوب او الكمبيوتر اللي انت تستخدمه الحركة هذه نوس ما قدلكم راح تزيد استهلاك الطاقة بس بشكل خفيف وبالمقابل راح تحسن من اداء جهازك بشكل عام خصوصا في الالعاب وترى ما لها اي علاقة بال overclock يعني هذه الحركة ما لها اي تأثير فعلي على عمر الكرت اللي تستخدمه يعني حركة مية بالمية امان الحركة هذه عرفتها من يوتيوبر اسم استجيرين اشكرا صراحة واول شاشة نسوي الحركة هذه روح للبحث واكتب power and sleep power and sleep settings من هنا وبعدها روح الى additional power settings على يمين واختار شوف بيكون محتوظ عندك high performance او balance ده على حسب اريدك تختار على هذه وروح على ultimate performance اللي هو اقوى اختيار موجود عندك اوكي حط ال ultimate performance وكذا بتكون اخترت افضل شي ناسب الالعاب المشكلة ان اختيار ultimate performance ممكن ما يكون موجود عند البعض لذا لازم نسوي حركة عشان نخليه يطلع لذا لو اختيار ultimate performance ما طالع عندك روح للبحث واكتب cmd وانتبه لا تفتح cmd بطريقة مباشرة لا لازم تضغط right click وتضغط على run as administrator اوكي هذي شي مهم المهم سوي run as administrator ماذا شو اضغط على yes وهنا اريدك تنسخ الجملة اللي بتطلع قدامكم الحين او بتلاقوها في الوصف اوكي الجملة هذي موجودة في الوصف اللي اريدك تسوي انك تنسخها هنا اوكي بعد ما تنسخ الجملة اضغط على enter وبس كذا خيار ultimate بيطلع عندك اكيد اختار ultimate performance وكذا نكون خلصنا الحركة الحركة اللي بعدها او الحركة الثلاثة مناسبة للناس اللي عندهم بطاقة nvidia فقط اللي عندها بطاقة amd صراحة ما عرفوا كثير بها الموضوع بس اللي عندها بطاقة nvidia روح لسطح المكتب اضغط right click واختار nvidia control panel من هنا بطلع لك control panel قدامك روح على manage 3d settings وبعد اختار program settings على اليمين انتبه موغلوبل روح على program وبيطلع لك مجموعة البرامج المهم اضغط على add من البداية روح على browse بعد اختار سطح المكتب او المكان انت بخزن فيه لعبة fortnite الشورتكات فقط يعني كافي انا حاط الشورتكات على سطح المكتب هذي قدامكم لذا بختارها من هنا double click وبعد اريدك تنسخ الاعدات اللي انا مسويها بالضبط وبمر عليهم واحد واحد عشان ما حدي يغلط لذا اول اختيار معانا بيكون maximum pre rendered frames اضغط عليه واختار رقم واحد ثاني اختيار بيكون power management mode اضغط عليه واختار prefer maximum performance واللي بعده هو اللي تحت على طول preferred refresh rate اختار highest available اللي بعده بيكون texture filtering quality بالتحديد انتبهه ترا فيه 400 شابهين اروح على تبع quality واضغط عليه واختار performance اللي بعده بيكون threaded optimization بيكون اتوقع off واردك تحط على on واخر شيء vertical sign اضع على off وكذا نكون خلصنا العددات وبعد ما تخلص كل شيء بعد ما تستخدمت بالضبط اضغط على apply وكذا نكون خلصت الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة اللي هي adjust desktop size and position من اليسار اريدك بس تحط الصح على المربع هذا اللي هنا override the scaling mode set by gamers حط صح حط apply وكذا نكون خلصنا كل شيء خاص بالنفيديا الخطوة اللي بعدها خاصة للناس اللي يستخدموا spotify والdiscord هم يلاعبون لو انك مثل تستخدم discord spotify بعلنكم كيف تخلي اللي البرامج هذه ما تأثر على الفريمات اللي عندك لانت تستخدم من ال gp وتبعك فاول شيء بنروح للdiscord من هنا هذا discord تبعي لو حابين تجون الرابط موجود في الوصف تحت المهم روح للددات من هنا user settings بعدها روح للappearance عليه صار وانزل تحت اخر شيء بتلاقي شيء اسمه hardware acceleration اتأكد انك مطفي بيكون شغال عندك على الاغلب طفي وكذا نكون خلصنا من الdiscord اللي بعدها لل spotify نفس الشيء نروح للبنامج نروح لل settings اولادات انزل تحت اخر شيء اضغط على show advanced settings من هنا وبتلاقي شيء اسمه hardware acceleration كمان خلني ندور هذا موجود هنا عندكم compatibility ما دلو شو hardware acceleration اتأكد انك حتى على off تركانت شغال عندنا اتأكد انك حتى على off وكذا نكون خلصنا من الdiscord وال spotify ولان هنا اتوقع ان ان شاء الله ما كن نسيت اي شيء خاص بالفريمات اوكي بدخل اللعبة بعد وشوي بعلمكم كيف وهذا mouse acceleration تسارع الموس اكبر مشكلة طلعتلي في حياتي يا شباب mouse acceleration وتسارع الموس هو شيء خاص لسطح المكتب اوكي الناس اللي يستخدموا computer عشان سطح المكتب عشان المونتاج او الامور هذي اللي يستطيع انك لو تحرك الموس بسرعة ثابتة اوكي انا نحين مثلا احرك الموس بسرعة ثابتة انا شايل mouse acceleration فلما احرك الموس بسرعة ثابتة على سطح المكتب راح تلاحظ انه سرعة نفسه ما تتغير ابدا نفس ما هي لو انك ينفعل mouse acceleration اللي راح يصير لك لما تحرك الموت من اليسار اليمين مثلا راح تلاحظ انه سرعة تزيد سرعة تزيد اكثر فهذا هو mouse acceleration شيء يخرب الايم عندك بالشكل يمكن انت تكون مثل تتعود له الشيء المدة سنة كاملة ونت تلعب الموت acceleration شغال يوه تعبت وانا اقولها والله بدي تكلج المهم تتسارع الموت يعني ممكن تتكون هالشيء تعودت له خلاص بس مع هذا بيخرب ايمك ما بيخليك تحفظ سرعة الموت الموجودة عندك فاحسن شيء تسويه هو انك تشيله مثل ما انا تسويت وتحتاج تقريبا كذا يوم يومين تتعود له يعني بشكل كامل لذا عشان تشيل الموت acceleration او تخلص منه روح لو اندوز عند البحث مرة ثانية وكتب control panel هالمره control panel من هنا اتكد انك حاط على category عشان يكون كل شيء اسهل روح على hardware and sound وبعد devices and printers من هنا بيطلع لك كل setup الموجودة عندك مثل ما انتو شايفين هنا انا عندي موز انا استخدمهم احيانا ما يفرق روح عند اي موز اضغط كليك يمين روح على الموز settings من هنا وبيطلع لك هذه الشي اسمه الويندو مرة ثانية روح على pointer options الموجودة في الوسط وتأكد انك شايل هذا المربع شي لا اوكي بيكون محدود صح انت شي لا اخلص منه اضغط على apply وكذا بتكون خلص من الموز acceleration وترى بتلاحظ فرق على طول من اول ما تحت اوكي كذا خلاص تطلع بتلاحظ فرق كبير مرة بتقول انه وين كنت عايش المهم كذا نكون خلصنا من مشكلة كبيرة كنت تعاني منها السنة كاملة حرفيا وانصحكم انصحكم مرة ثانية تخلصوا من تسارع الماوس هذا لانا شي خرب الايم ما بيخليك تحفظ سرعة الماوس المحددة اللي عندك المهم بعد ما تخلص من الماوس اكتل الاشيان اخيرا نروح لعند fortnite وبشوفكم افضل اعدادات خاصة باللعبة بالنسبة للفريمات حطها على unlimited يكون افضل شي انا حطها 240 لانا اشوف انها تكافي بالزيادة لو تريد شي يشغل الجي بيو عندك او الكرت اللي عندك بطريقة حلوة ممكن تقدر تحطها على unlimited اوكي بس ممكن يتعب الكرت على المدى الطويل بس ما اشوف تفرق صراحة يا لو حطة unlimited بيكون شي حلو حطة 240 شي حلو كمان المهم اللي بعد الكواليتي حطها اسحب على هذي الفوق حطها على 100% لو تريد الصغر الشاشة تصغرها من بره من الفيديو كنتل والبنان لا تصغرها من هنا ما انصح بيسبب لك شوية مشاكل الفيديو السنس انا حطها على epic لانها شي مهم يعتبر ويأثر على اللعبة لو شفت عندك dropouts ممكن تقليلها على فار بس ما اظن انها مرة تأثر اما الشادوز احطها على off انتيلايزنج على off التكستشارز على ميديوم لو عندك كرت قوي تقدر تحطها على high او epic بس اشوف ميديوم مناسب كثير بالنسبة لي effects والpost processing كلها على لو لو لانا تأثرها للفريمات بشكل كبير الفيساينك على off الموشن بلور احطها على off مدري ما يعجبني الموشن بلور ممكن تحطها على on لو يعجبك انا احطها على off الفريمات لو تبه تطلع عندك حطها على on مو مهم ابدا الاختيار الاخير multi threaded rendering الكثير سألوني عنه اا لو مروا كميوترك ضعيف سمعت ان لو تحطها off بيكون افضل اما لو كميوترك يعني يتحمل اللعب بشكل عام on ما بيفرق كثير الاختيار هذا on ولا off ان شاء الله اكون ساعدتكم باي شي خاص بالفريمات لو شفت ان هالموضوع ما فادك او شفت ان الفريمات اللي عندك ما تحسنت بشكل عام او اي شي من هالكلام او ان الفريمات اللي عندك لا سمح الله صارت اخص عن قبل انصحك ترجع كل شي مثل ما كان بالنسبة لي انا فادتني وخلط الفريمات تثبت اكثر وخصوصا بالاسكرامز اللي حاب يدعمني او ثم ما قد لكم تستخدموا مقود الاتم شوب سيو اس اي او اشوفكم المقاطعة الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة